السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي زور ومتتبعي قناة اللحية السوداء للمعلوميات مرحبا بكم. اليوم سنتحدث عن موضوع بالغ الأهمية. هل صادفت يوما أن تعطلت أحد الأزرار في لوحة المفاتيح الخاصة بحاسوبك؟ وربما حاسوبك من النوع الذي يصعب أن تجد له لوحة مفاتيح جديدة؟ أو أنك لا تريد تغييرها لأي سبب من الأسباب؟ إليك هذا الحل البسيط. الحل ببساطة يكمن في تحويل الزر المعطل لمكان آخر في لوحة المفاتيح. ولفعل ذلك اتبع الشرح الذي سأقدمه. للقيام بهذا الأمر نحتاج إلى برنامج Microsoft Keyboard Layout Creator. ستجد رابط التحميل في صندوق الوصف. هذا البرنامج يحتاج إلى بيئة .NET 2.0. هذا البرنامج يحتاج إلى بيئة .NET 2.0. ترجمة نانسي قنقر إذا كنت من مستخدمي Windows 10 يمكنك تفعيل ميزة .NET 2.0 من الإعدادات افتح برامترس ثم اضغط Programs ثم اختر Program and Features ثم ترن Windows Features On اف واختر خاصية .NET 3.5 ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثم قم بفتحه اشتركوا في القناة اضغف Load Accessing Keyboard اختر اي كيبورد للتعديل عليه انا اخترت لوحة مفاتيح انجليزية اشتركوا في القناة المفاتيح باللون الاسود لا يمكن استخدامها في هذا البرنامج ولكن لا تقلق ان كان العطل في واحد منها فمثلا ان كان زر انتر هو المعطل فيمكنك ان تضعه مكان احد الازرار البيضاء في هذا المثال سنقوم بنسخ زر Space الى هذا الزر لاحظ انه بامكانك وضع اكتر من حرف في زر واحد باستخدام زر Control و Shift اشتركوا في القناة يمكنك أن تجرب قبل الحفظ باختيار Test Keyboard Layout سوف نقوم بإضافة زر Return إلى هذا الزر كمثال آخر زر Return من الأزرار الغير القابلة للكتابة كزر ALT وControl لذا سنبحث عن الكود الخاص به في هذا الموقع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في المثال الأخير سنضيف أكثر من حرف إلى هذا الزر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عند الانتهاء اختر Validate Layout وضع الإسم الذي تريده ترجمة نانسي قنقر 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 وفي الأخير اضغط على Build DLL & Setup Package سيعطيك إخراجاً على شكل برنامج قم بتصطيبه ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر